الندوة الاقتصادية السنوية في جاكسون هول بولاية وايومينغ موعد تقليدي سيتغيب عنه هذا العام رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي بين برنانكي خلافة برنانكي في كانون الثاني يناير القادم تستحوذ على النقاش لا سيما بعدما باتت المنافسة مقتصرة على نائبته الحالية جانيت ييلن ذات الحظ الأكبر ووزير الخزان الأمريكي السابق الحائز على جائزة نوبل لورنس سامز اجتماع جاكسون هول هو أهم اجتماع لمحافظي المصارف المركزية حيث تمخضت عنه دائما قرارات حاسمة برنانكي لن يكون وحيدا في التغيب عن موعد وايومينغ حيث تراجع عن الحضور كل من رئيس المصرف المركزي الأوروبي ماريو دراقي ورئيس بنك إنجلترا مارك كارني